انتلقت الدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المقامة في الفترة من العاشر إلى السادس عشر من فبراير الجاري ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم صيني ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان وتحضى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام كبير من صناع الأفلام القصيرة حول العالم بعدما حاضي بسمعة عربية مرموقة وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى